وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وتمكنت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط 475 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 68 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 31 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 640 قضية من بينها 73 قضية خبز ناقص للوزن و62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 184 طن